بمشاركة عشرين متدرب ومتدربة من أصحاب المشاريع والكافهات في مدينة المكلة أقيمت هذه الدورة الأولى من نوعها في المحافظة تُعنى هذه الدورة بأساليب ضبط الجودة والربط التسويقي لمحصول القهوة وبناء قدرات المشاركين على ضبط المقاييس والمقادير للخروج بمنتج عالي الجودة تجربتنا في حضرموت كانت تجربة جميلة وجريئة في نفس الوقت عندما عرفت أنه في حضرموت في مقاهي كثيرة استغربت وفعلا كنت متحمس جدا أنه يكون لي أثر طيب هنا ويكون لي تأثير ممكن أننا أساعد في أي شيء لتطوير هذا القطاع الجديد على أبناء حضرموت خصوصا وأن حضرموت يبيئة مجتمعية تحب الشاي أكثر من القهوة والقهوة تكون نادرة يعني الدورة المولة من الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش شملت إضافة إلى الجانب النظري النزول إلى بعض الكافهات للتدريب على طريقة تحضير القهوة اليمنية أول ما بدأنا كنا نستخدم البن المستورد بس حاليا نحب أن نستخدم البن اليمني أول حاجة فخر لنا الشيء الثاني أن المستورد يكون صعب بالنسبة لنا لما نجيبه تكلفة عالية أوقات يوصلنا الجودة تقل شوي بعكس لما يكون عندنا البن اليمني مسافة قصيرة أول ما توصل لنا والجودة نقدر نحافظ عليها أكثر تعد اليمن المصدر الأول للقهوة إلى العالم وقد ارتبطت القهوة بالثقافة الشعبية كجزء من الهوية اليمنية من دل قدم فيما برزت جهود شبابية لاحتفاء بالقهوة اليمنية وإعادة المكانة المفقودة لها كرمز وطني وماركة عالمية أصلها اليمن معتز النقي بيمن شباب علي قل